اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم في منوعات معرشة لأول مرة تشوفوا القناة هلايك وشير وسبس كرايب عشان يصلكم كل جديد هنعمل مع بعض النهاردة المروار بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة هنعمله علشان ان شاء الله الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول هيكون تورطاية حلوة قوي هنعمل المروار طريقته حلوة وكمان لو حابة تعملي تورطاية مش هيبقى فيها تعب ومجود وهيطلع شكلها حلو في الاخر المكونات بتاعته سهلة خالص بس خليكي معي ويمشي معي كده واحدة واحدة وهيطلع معيكي ناجح ان شاء الله ربع شوكولاتة وبيضة علبة كريم الطاهي ما يعادلها نص كوباية كبيرة يبقى كده نص كوباية كريم الطاهي وكوباية سكر حبيبات ونص كوباية عسل جلوكوز وكوباية الا ربع الكوباية بتاعت القهوة الصغيرة كوباية الا ربع مية وكمان ربع كوباية مية يعني حوالي معلقتين صغيرين كوباية دي كوباية القهوة ومعلقة ونص جيلاتين ولون احمر اي نوع لون احمر عندك ده اللون اللي كان موجودة عندي اللون ده مركز بس مش هتفرق خالص اي لون موجودة عندي ومعلقة كبيرة جيلة الميع اللي هو بتاع الفواكه بس يكون على الصخم يعني وانتي بتجيبه من عند العطار قولي له عايزة جيلة الميع على الصخم وكمان هاتيه فاتح انا لما جبته قلت له على الفاتح ما خدتش بالي غير لما جيت البيت انه هو عطهولي بالفراولة فما فرقتش لان هعمله المرور النهاردة هيكون لونه احمر لكن لو انتي بتعملي بتحطي على اي فواكه فمش هينفع طبعا غير على الفراولة او اي حاجة يكون لونه احمر حطيت حل على النار وهنزل بعسل الجلوكوز العسل الجلوكوز بيبقى كده سميك شوية بيبقى لازج فانتي لو عندك ميكرويوف ممكن تدخليه الميكرويوف هيفك معاكي على طول وهنزل بعد كده بالسكر وهشيل المعلقة طبعا المفروض ان المعلقة ما تكونش موجودة في المرحلة دي كده اخدت بالي ان المعلقة موجودة هشيلها مش هقلب ولا هاجي جنبه خالص بالمعلقة وحطيت الكوباية اللي ربع بالكوبايات بتاعت القهوة هسيبه كده على النار مش هاجي جنبه خالص المعلقة او نص الجيلاتين هحط عليهم معلقتين المية او ربع كوباية مية من بتاعت القهوة هقلبه كويس واسيبه دلوقتي مش هنيجي جنبه دلوقتي هقول لكم قبل ما حطه هنعمل فيه اي تاني في المرحلة دي كده تقدر تنزل المعلقة او اللزبات له زي ما بعمل كده وهتقلبه كويس لان كله اندمج مع بعضه فباللزبات لو هتحاولي لو فيه حاجة لسه مدابيتش هتقلبه كده كويس في المرحلة دي زي ما انت عاوزة تقلبه هتقلبه ده الجيلاتين اللي كنت مقلبه دلوقتي تماسك ازاي مش هحطه كده هتحطيه على بخار مية او تدخلي الميكروويب هتلاقيه فك معاك على طول وبعد كده هنزل بكريمة الطهي هتقلبه كويس وهتنزلي على طول بالشوكولاتة يعني في الوقت ده كده هنزل على طول بالشوكولاتة الشوكولاتة لو انت سايبها بره مش لازم انت بشريها هتحطيها لكن انا كنت حطها في التلاجة فبشرتها علشان تدوب معي على طول في المرحلة دي مش هعاوزاك تستعجلي خالص هتقلبه واحدة واحدة مش هنزل بحاجة تاني غير لما الشوكولاتة تدوب معي فانت واحدة واحدة كده قلبه وما تستعجلش عليه عشان يطلع كويس ان شاء الله لون افتاح ازاي ماشي معاك واحدة واحدة كل خطوة بقولك عليها اول ما لون وبتلاقيه افتاح كده اعرفي ان كل المكونات ده بيت مع بعضها والجيلاتين حطيته على بخار مية ده على طول يعني انا عاوزة الحبيبات اللي موجودة دي ما تكونش موجودة خالص وبعد كده هنزل بيه ومع علاقة الجيلة المية هنزل بيه هنزل بها الجيلة المية وبعد كده هنزل باللون الاحمر اللون بتاعي مركز اوي فهنزل بالراحة يعني مش هحط اللون مرة واحدة شان ما يغمقش معي انتو كل ما بتزودي اللون هتلاقيه اغمق فاللون اللي معي مركز هحط واحدة واحدة كده هحتاج تاني واحط بصور معاكم بالقامرة الامامية فمش مبين اللون معاكم كويس اوي لكن هو لونه غمق عن كده بعد كده هصور بالقامرة الخلفية فهتشوفوا اللون كويس احلى من كده بكتير هو كده خلاص جهز معي بس زيادة تأكيد كمان هضربه بالهند بلندر او انت ممكن تضربيه في الخلاط علشان لو فيه تكتلات او حاجة ما دابتش لكن هو زي ما انتو شايفينه كده ما شاء الله كل حاجة دابت فيه هضربه بالهند بلندر وكمان بحس ان الهند بلندر وانا بضربه به او هتضربيه في الخلاط الكون بتاعه كمان بيتأل اكتر من كده في المرحلة كده طفي عليه النار يعني هو كده خلاص جهز معي هضربه بالهند بلندر وهنرجع نشوف هنعمل فيه تاني هو ده اللون اللون حلوة قوي القامرة زي ما قلت لكم الامامية مش مبينة للدرجة عاملة ازاي كده بصور بالقامرة الخلفية لكن الدرجة بتاعته اللون كده كويسة قوي خلاص هو كده جهز معي بس مش هنستكفى بكده هصفي كمان زيادة تأكيد علشان وانت بتحطيه في الاخر لو فيه اي حاجة موجودة هتبقى باينة لانه بيبقى ناعم قوي ودرجة اللمعان بتاعته كمان حلوة قوي جيل التلميع هو اللي بيخليه بيلمع زي ما انت شايفاه كده فضروري ان انت تحطي عليه جيل التلميع القوام بتاعه كويس هتصفيه كويس لازم نصفوه علشان وإحنا بنحطه على الترطاية بيبقى ناعم وكمان بيلمع قوي فمش عاوز اي تكتلات هصفيه والقوام بتاعه كده كويس خلصنا على طول ان شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل الترطا مع بعض ونشوفي ازاي بيبقى شكلها حلو وقد ايه المروار بيكون بيلمع كده خلاص المروار كده خلصناه مااخدش مننا وقت واللوم بتاعه كده كمان كويس والقوام بتاعه كويس ان شاء الله نعمل بيه الترطاية في الفيديو الجاي لو الفيديو النهاردة عجبكم وحسيته ان هو فعلا كان حلو ويستهل ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب نتقابله ان شاء الله بالفيديو الجديد ونكمل بقيتي المروار وإحنا بنحطوه على الترطا اشوفكم ان شاء الله في منوعات جديدة مع رشا مع الفي سلامة اشتركوا في القناة